ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعاناً دلوقتي فكرة فيها سلبيات وإيجابيات قرية ميت ومصالح مركز بركز سعب محافظة المنفقية أول إيجابية هنتكلم فيها إيجابية تخص وزارة الري والجمعية الزراعية قبل منتكلم تعالوا نشوف التقرير ونرجع نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم بعد عرض المشكلة تطهير المسائي في حلقة سابقة تم التطهير وأصبح منصوب المياه موجود بالترعة اللي تسار عليها المشكلة وتعرضت عليها المشكلة في برنامج قضايا وأحداث المياه موجودة دلوقتي بس المشكلة أن البداية داخل كتلة سكنية اللي منخل المياه دلوقتي ما بتتحركش أن كل الزبالة وأنقاط طلعة من البيوت أفلى منبع المياه من البداية فدلوقتي التطهير تم المياه موجودة أصبحت المشكلة دلوقتي عند السكان نفسهم اللي هم مجورين للترعة نفسها هم المجورين فهي المشكلة دلوقتي عندنا ساعتك المشكلة دلوقتي أن البداية هنا فيها زبالة دلوقتي لأن المكان نفس والترعة نفسها واقع في وسط كتلة سكنية فكل الزبالة اللي بتطلع بترتمي في المكان ده حلها دلوقتي مع الري الري يجري عملية تطهير بها تتم عملية متابعة للمكان تتم عملية متابعة للمكان من قبل الري لأن الترعة دلوقتي مشكلة الري مش مشكلة الزراعة احنا عملية التطهير تمت بمعرفتنا الري دلوقتي هو اللي من حق يطهر المكان دلوقتي عشان المياه توصل للأماكن اللي هي برضو تم عليها عملية التطهير بالنسبة للمياه اللي موجودة حضرتك المياه هنا موجودة بس نسبة لما طهرنا لما طلبوا مننا الجمعيات الزراعية بمدير الجمعيات الزراعية طلبوا مننا نحن نطهر وراء طهرنا بس السكة المياه مقفولة بالنسبة للغرف والمواسير الرجبة نواصلة بالنسبة ضعيفة جدا ما تنفعش تروا أرض ورا وهنا بالنسبة للفم من هنا مازدودة ومن ورا حضرتك مقفولة لأن الغرف اللي في موجودة ما السديدة كلها مردومة والرأي ما بيجيش تهر الغرف الميا موجودة والتطهير والزراع أي ما بدوره بتطهير التلعة بس حضرتك الغرف الرأي ما بتحركش معنا ينظف الغرف اللي هي بتوصل ميا للناس والمرحلة اللي ورا بعد كده ورا أرض ناس بارد بسبب الميا مشكلة الميا ومشكلة الرأي وما فيش حد ما نشوفش حد من بطول الرأي ما بيجوش ما بيتابعوشي ما بيفحتوشي الزراعة متحركة معاني الرأي ما بيتحركشي وبعد ما رجعنا لكم من التقرير قبل ما نتكلم بحب أشكر الأستاذ رضا العريف مدير الجامعية الزراعية بقرية ميت ومصالح على اهتمامه بالموضوع وتلبيته بتطهير الترعة هو عمل عليه واستجاب فعلاً للموضوع بمساعدة الأهالي والأهالي لموا تبرعات من بعضهم مساعدة الجامعية الزراعية وتهروا الميا وزي ما شفنا الميا دخلت والتروي الأرض بالفعل لكن احنا كل اللي بنطلبه من المسؤولين من وزارة الرأي الاهتمام مش كل مرة عشان ان احنا انطهر لازم الناس تروح تشتكي ولازم الناس تعمل عشان تبقى فيه تطهير تتنهى الميا موجودة مشكلة بسيطة جداً هو التطهير وفيه اصاروا دلوقتي مشكلة في التقرير ان هما بداية الميا داخل كتلة سكنية برضو نناشد المسؤولين ان هما يردموا يحاولوا يركبوا مواسير يخرجوا المدخل الميا ده بعيد عن الكتلة السكنية لان بيوت غير ان هو فيه زبالة فيه الميا مقفولة الا انها بتسبب الامراض بتسبب الامراض للاطفال للقبار للحريم للرجال لكل الناس اللي موجودين فياريت المسؤولين يهتموا بالموضوع شوية ويحاولوا يحطوا مواسير او يردموا الترعة يخرجوها بره القتلة السكنية بحيث ان تبقى ما فيش زبالة محطوطة في قلب الناس بترمي القتلة السكنية الناس بترمي زبالة بطبيعتها ان هي قدام على فم الترعة زي ما بيقولوا بالبلدي فاحنا محتاجين ان هما يحاولوا يردموا الترعة دي يطلعوها قدام شوية بحيث ان احنا هنفادي في نفس الوقت مشكلتين اتنين اللي هو زبالة ما تبقاش في فم الميا في المدخل بتاع الميا الرئيسي وتاني حاجة ان احنا هنفادي هنرحم الناس دي من الامراض ومن الفيروسات اللي بيشوفوها والطير والدبان والكلام ده كله فدلوقتي شفنا برجع اكرر الشكر تاني لكل من ساهم وكل من شارك في نظافة هذا المنظر وهذه بهذه الصورة وشكر خاص لكل اعضاء الجمعية الزرعية بقرية ميت ومصالح مركز بركة السابع محافظة المنوفية استاذ محمود انت شفت الوضع شفت الدنيا دي كلها شفت ازاي قبل ما كانت الميا احنا كنا منزلنا في الميا كان ايه الوضع لما احنا روحنا نتصور قبل ما المياه قبل ما تتطهر انت كنت توقف فيه كنا وقفين في قلب الزبالة تحت الترعة اهتمامهم بالمشكلة والقضية وتم حلها فاصل استجابوا فعلا احنا لما اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت استجابوا الموضوع ده تم بعد كلام بعد عرض المشكلة من الاهالي على الرأي وعلى الجمعية الصرعية الموضوع ده التهارت بعدها ما فيش 3 ايام او 4 ايام كانوا مهتمين فعلا بالموضوع بنشكرهم بقى اهتمامهم دوت وبنوجلهم رسالة انه لازم يتم تطهير الاماكن دي بشكل دائم مش لازم كل حاجة روح نشتكي عشان الوحدة المحلية والمجلس يتحرك للأهالي لان الزبالة ديت والكمامات بتقدي الى الامراض واكيد فيه اطفال كتير بما انها في كتلة سكنية هتتعبهم وبتقدم لهم امراض كتير احنا تكلمنا برضو في حلقات كتير عن المشاكل دي بمشاكل الرأي والكلام ده كله الا ان فيه كرة بتستجيب وفيه كرة ما بتستجيبش الأستاذة حنان شفت الموضوع وانت اكتر واحدة اللي نزلناك في قلب الترعة ساعتها عشان تشوف الوضع فايه رأيك في اللي حصل طبعا اللي حصل قبل اي حاجة بيقولوا نظافة من الامان طبعا احنا لو نضفنا المكان وفي الاول طبعا كان الحلة صعبة جدا يعني يعني ما فيش فيش موية اساسا بس دلوقتي طبعا لا فيه تطور جدا فيه استجابة من المسئوليين بس لو نكمل الاستجابة طبعا ان احنا نرجع المكان زي ما كان في الاول ده طبعا يبقى حاجة كويسة جدا طبعا احنا بنشكر كل المسئولين وكل من رعى ربنا في عكل عيشه واهتم واستجاب الاستغاثة بتاعتنا وطهر وبنطلب استغاثة اخرى لكل من لم يستجيب على هذه المشكلة شكرا 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 لجمعية زراعية ميت ومصالح ومركز ومدينة بركة السام دكتور ياسر الجندي شخصيا اهتم بالموضوع تشكره على اهتمامه بالموضوع معنا تقرير عن مقابر قرية ميت ومصالح تعالوا نشوف الوحوش تعالوا نشوف تعالب تعمليه في الجسس تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجح تاني مشكلة لعندنا ان المقابر قديمة جدا ولما بنيجي نعمل لها احلال وتجديد لازم الزراعة بتعفلنا دلوقتي ما فيش مقبرة بتتجدد نهائي الزراعة بتعارض وكل المطلوب بس استغاثة من السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينة ان نحول موضوع المقابر للمحليات المحليات هي اللي تدينا التصريح لتجديد المقابر بالاضافة الى ان في المقابر بقالها 100 سنة كان مشترك فيها واحد بعد الوقت المشترك فيها اكثر من 100 فرد ازاي 100 فرد لمقبرة واحدة فاحنا برضو بنطالب بان يبقى فيه زيادة مساحة او كاردون للمقابر ازاي الجمعية الزراعية تبقى مختصة بقرار بناء مقبرة او ترميم مقبرة المفترض المحليات المحليات هات اي قرية على مستوى مركز بيرك السابع بداش على مستوى المحافظة شوف لي متاخد لها كاردون مقابر ولا لا باستثناء مصالح البلد الوحيدة اللي ملاهاش كاردون مقابر انا مفترض بابني وطربي اطلع الوحدة المحلية الوحدة المحلية تشوف الشراطات الصحة تديني القرار او تديني الازن ابني مكبرة لكن اروح جمعية الزراعية جمعية الزراعية تبصيني الوحدة المحلية الوحدة المحلية البصيني المحافظة ايه الاسة بالزبط ده كلام ما ينفح لنمرة اتنين عندنا طريق جمال حوالي 400 متر ضلمة انا هنا بغفر الطربي اللي هي الني دية لتعلب واقع الجسة وطالع قدامي هل يرضي مي هل ابو يا اخوي اي حد من موجود او صحبي او اي حد تاني قالي اني موجود هنا يعني حين يوم ويوم هنا في قلب الطربي والطربي كلها هيلة هيلة للسقوط وهذا هو الجسة اللي قدامي ديت يعني فعلا انا حزين عليه هل هي جسة مي هي جسة مي لما طالع تعال ابطالع بجسة من الطربي اللي انتو شاقول لانتو هي قدامكم دلوقتي عالواقع مناجدة مناجدة للسيد اللواء محافظة المنوفية اللواء ابراهيم ابن المون بنطلب منه ان قارية ميته مصالح بالتحديد كل 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 القرية القرية دي بالذات ضيع حقوقها كاملة من المقابر لعمدان الكهرابة لشوارع وبالناشط برضو الدكتور رئيس المجلس مجلس مدينة بركة السابع بموضوع المقابر عندنا في في القرية المقابر داخل حيز المقابر لو انا وراجل مواطن من المصالح عايزة جدد مقبرتي بيجي مسؤول الزراعة يجي يوقفني انا زنبي ايه انا زنبي ايه لما اجي جدد مقبرة قديمة عندي بقالها اكتر من خمسين سنة وعايزة جددتها ويجي مسؤول الزراعة يوقفني عشان بس اه التجديد طيب دلوقتي دلوقتي حج احمد لما نزلنا ونشوف لو احنا في عائلة عندها ميت او عندها حد متوفي ودفنوه النهاردة وهم ملهمش غير عين واحدة وفي حد توفى بعد اسبوع بيكون الحل ايه بتعملوا ايه الحل بقى ان احنا بنخش في مشاكل وفي ناس بتاخد الميت بتاحه الساعة اتنين بالليل وتحطوا في المقابر في النحش ويجيبوا واحد باننا يبني سرقة طب بيبني سرقة ليه ما هو لو بنى بالنهار هتقفلوا الزراعة وبيجيلوا بتاع الزراعة بيوقفوا وبكده الميت ما يندي فينش نعمل يقوم يورج الساعة اتنين بالليل يحط الجزء سريحه في النحش ويبني التربة ويحط فيها الميت فده يعتبر يعني اهانة لنا وللميت طب واحنا ليه احنا عدد الناس زاد وكردوننا سابت وعدد الناس زاد كتير وكل ده ملموس في جميع البلاد يعني جنبنا جنزور ده اسأل يقول لك طب عليها ست فددين كاردون وإحنا ما فيش ولقرات المقابر دي مش شغلة الزراعة خالص المقابر دي شغلة المحليات ده اللي نعرفه بصفة رئيس مجلس ادارة الجمعية موجودة الارض الفاضية الارض الفاضية من جميع الاتجاهات موجودة وناس شرية ارض فاضية للمباني لا الزراعة موافقانة ولا رئيس مجلس المدينة موافق لنا المحليات موافقة ولا الانارة موجودة في المقابر يعني فيها حالة وفاة بالليل الطريق غير مؤهل ما فيش حضرتك ما فيش كهرابة العشوائية بالنسبة لحضرتك العزب اللي فوق دي قاعدة في الضال ما فيش عارفين يتحركهم عندهم بنات المقابر دلوقتي معمولك منها ما فيش كهرابة ما فيش إضاءة ما فيش شغل حاجة الوحدة اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي المؤابر اللي هي بالطوب اللبن اللي هو الطوب الني يعني يا ريت بالنشد المسؤولين ان هم يوافقهم يدون تسريح ان احنا نبنيها هي القديمة لان اعزك مبنية من عشر سنين وخمستاشر سنة دي طيب دي بيبقى دي فيه مشكلة بالنسبة لها ايوا فيه مشكلة كبيرة دلوقتي الطرب يعني خلاص على وشك اللي انها تقع فدلوقتي احنا بناشد المسؤولين ان هم يعملونا تسريح ان احنا نبنيها ما يعني ما يعرقلوش المشكلة دلوقتي حضرتك انا اتكلم على الشق اللي خص الزراعة مجموعة المقابر الموجودة في القرية خضع للزراعة لما بنلقى للوحدة المحلية الوحدة المحلية بتقولك انها خارج الكردون او خارج الحيز العمراني معنى كده انها مسؤوليتها بقت على الزراعة فاي مواطن النهاردة هيجي هد مقبرة ويبنيها انا بضطر اعمل له اختار انا عاوز اشوف حل انا رخر على اساس ان انا منش عارب انا دلوقتي مضطر ان انا اعمل بناء على تعليمات اللي صدرالي من وزارتي فانا بنفس التعليمات انها طالما خارج الحيز يبقى انا بضطر اعمل لها محضر المحضر ده بتجي نتيجة ازالة بتعمل لنا مشاكل مع المواطنين فاحنا عاوز نحلل الموضوع ده المقابر في الحبل بلد اللي حوالينا المقابر في الارض من زوعة الملكية خاصة بالوحدات المحلية الترخيص كلها بتصدر من الوحدة المحلية الا ان انا لسه جاي هنا بقالي سنة القرية مدير جمعية ورئيس وحدة فانا فوجئت بالموقف ده قدامي فبتعمل لي مشاكل مع المواطنين المواطن النهاردة اللي بيبني مقبرة قديمة انا بقافله بقافله بناءنا على تعليمات صدرالي انا بقدرش هتخطاها انا بقدرش هتخط التعليمات فانا بنافذ التعليمات اللي جاء لمن وزارتك طالما خارج الحيز يبقى انا هنفذ التعليمات على الناس كلها مش على فرض معايد يعني حضرتك تقصد ان المقابر اللي احنا وقفين في قسطها دي دلوقتي داخل الزراعة اه داخل الزراعة جميع المقابر اللي موجودة في قرية موت المصالح اللي احنا بنتكلم من قدامها خضع للزراعة فبيتطبق على القانون ان اللي بيهد ويبني زي اللي بيعمل احلال وتجديد في ارض زراعية ورجعنا لكم بعد التقرير وشوفنا الوضع يعني الناس مش كفاية انها تعبانة في حياتها لكن مش لاقيها مكان بعد ما تموت تندفن فيه المض اللي احنا شايفينه مش عارفين ان هو يبكي ولا يدحك لما تكون مقبرة او قبر بقاله 15 20 سنة و 30 سنة ايه للسقود بسبب العوامل الجوية وهو مبني بالطوبة اللبن وعايزين يجددوه اول ما ييجي يجددوه او يقع هو على الناس اللي فيه الاموات تيجي الزراعة توقفهم لا تعال استنى دي ارض زراعية ارض زراعية ازاي وهي مبنية من 30 سنة من 10 سنين من 15 سنة احنا من 10 سنين ما كانش فيه الطوبة اللبن ده توقف يعني المقابر دي مبنية من زمان وازاي جزئية زي دي كلها ارض زراعية ارض زراعية ازاي ادفن فيها الناس اللي اموات ازاي والمقابر دي مبنية فيها ازاي يا ترى ايه الحل يريد المسؤول محدد مكان يكون مخصص انا مش طالبين منه كتير كل طالبينه اللي يكون فيه مكان داخل المقابر محاذاة بالمقابر اللي هي مبنية مش عايزين نزود مش بيطالبه ان احنا نزود فقالب الموضوع عايزينه يخصص حتة تكون خضعة للوحدة المحلية برضو مش اي حد هيروح يبني بس تكون حتة مخصصة يطلعه تصريح ان هو يبني داخل حايز المقابر مش عايزين ان هو يدي له مقابر جديدة او يهد يدي له تصريح ان هو يهد ويبني القبر اللي هو القديم ده اللي هيقع احنا نزلنا وشفنا الوضع وزي ما سمعنا الراجل اللي هو مسؤول عن المقابر الجثة اللي طلعت دي يا ترى دي كانت اول جثة ولا حصل قبلها كتير ولا شفنا الوضع فيه السيدة حنان انت شفت الوضع شفت بعنيكي وشفت الحالة قدامك الناس كانت شكلها عايزة ايه الناس كانت هتعمل ايه في جيبتوع الزراع لما بيروحوا يوقفهم عشان المباني يقولك زراعة ومززراعة يا سيدة مصطفى احط نفسك مكانهم انا حط نفس مكانهم يعني فيش حد يتكلم قدام المقابر يعني دلوقتي احنا في كورونا وطبعا الوفيات بتزيد تمام ولما الوفيات بتزيد هندفل الناس فيهم معلش دي ما القرش نتكلم فيها المفروض دي ما قابر يعني صح هي مصرحة تبعا الجمعية الزراعية ماشي بس المفروض اي حد عايز ابني المفروض يبقى يدروا تطرح بكده يعني زي ما قلنا ان الوفيات بتزيد يعني ممكن كل يوم يموت 3 اربعة خمسة دي الحاجة دي طبعا دي حالات فعلا بتقابلنا احنا كنا بنشوف عندنا حالة من البلد ان مثلا عائلة ما عندهاش الله قبر واحد مكونة من مئة أسرة او اكتر او اقل اكيد يعني مش الجسة بيوحد عليها فترة ما تنقدرش تهدفن النهار ده وتيجي بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاث تفتح عليك جس بيكون لسه لها احترامها ولها يعني حرمتها انك لازم تيديها الفترة المعينة اللي ما تقدرش تفتح عليها لقبل كده بتيجي تضطر الناس بتعمل الناس في الكلام دي واسود محمود قالوا لك كانوا بيتكلموا انه هؤلتك هيدفنوا الناس بيعملوا عشان يدفنوا الناس لما يكون عندهم حالة وفاة وعندهم حالة تانية الميت برضو يا سوز مصطفى ليه حرمته يعني الناس دي زي ما قالت في التقرير ان هما بيطلقوا الحالات من المقابر يحطها في الناحش بتاعها تاني عشان يبنوا المقابر في الضلمة عشان الزراعة ما تروح لهمش طب ليه الزراعة ما تسهل لهمش ومهمة انها تجدد المقابر ان هما يبقى لقصدك المكان اللي هو مبنى المقابر اللي هي مبنية عديمة تسهلهم موضوع انهما يبقاش عندهم مانع ما فيش تسريح وما فيش مشكلة انها تتجدد ويوفروا اليوم اماك النمع يبنوا مقابر زيادة لأهل البلد تمام الى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا بس قبل منهي حلقتنا حب بشكر زمالي اللي شرقوني فقال بالستوديو النهاردة السيدة حنان تشكر حضرتك السيدة محمود تشكر حضرتك على التسعيق جدا من أنتم معي النهاردة في الحلقة وقبل مختم حلقتي أتقدم بخالص العزاء وأسرة البرنامج إلى زميلة الأستاذة حنان إبراهيم على وفاة جدتها ونطلب من الله أن يغفر لها ورحمها ونطلب من الأهل الصبر والسلوان إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج قضايا وأحداث انتظرونا في برنامج قضايا وأحداث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة